اشتركوا في القناة لما نبدأ في تفسير آيات من سورة الأعراف لفت انتباهي خطأ بقع في كثير من الناس في فهم قول الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم هون الحقيقة إن تنصروا ينصر فهم شو بفهموها ممكن يفهموها إذا ما نصرناش ما بنصرش وهذا غير صحيح إذن إن تنصروا ينصر طيب وافرض أنه ناس مشتائلين ولا ينصرون الله هو لا ينصرهم طيب نشوف إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون الآن بني إسرائيل كما وصف القرآن هل كانوا هم مناصرين الله سبحانه وتعالى وكانوا صالحين وكانوا أهل تقوى طيب لماذا إذن هو ونريد إذن في فرق بين إن تنصروا ينصر أما طيب نفرض أنه ناس زي بني إسرائيل كانوا على الوثنية أصلا وغلبوا موسى عليه السلام كثير حتى في الأخير لا أملكوا إلا نفسي وأخي وكانوا برضو تيه أربعين سنة تيه أربعين سنة تمام حتى تم تخريجهم بعد جهد طويل وسنوات طويلة طيب أنا بلاحظ كثير من المسلمين عم بيخطئ في هذا الكلام بقول لك إحنا من المستحقش ليش بتستحقش وين الفضل رباني ثم الله سبحانه وتعالى الذي لا يقبل الظلم وحرم الظلم حتى على نفسه طيب ممكن هناك شعوب مظلومة ومسحوقة وليست تقية طيب لماذا يرسل الأنبياء أصلا والرسل هو بيرسلها للكوم الصالحين من أجل أن يخرجهم تمام لا هو إذن ينتهو عن الكلام أنه إحنا منستحق ولا منستحقش هذا فضل الله أما قضية إن تنصر الله ينصركم إذا تحقق النصر يتحقق الوعد كأنه يلزم نفس رب العالمين الآن بغض النظر عن تعبير يلزم الآن تمام الآن نرجع إذن هذا التنبيه يعني لأنه بلاحظ كثير كيف يظنه هيك من الزات مفهوم مخالفة آه فيش مفهوم مخالفة هون مش إذا ما نصرتوش منصرش لا لا في فضل رباني وفي بعدين كيف بنصر حفظا كيف بنصر الظالم على الظالم احنا بنشوف أمم في معارك بتنتصر هذا كافر وهذا كافر وهذا ظالم وهذا ظالم بتنتصر هذا على هذا عبر التاريخ كله وأقول لك وكمان في دول كافرة وظالمة وتنتصر على مسلمين إذن إذن إيش نقول من نستحقه من نستحقش هذا كلام طبعا نبطلوه إن شاء الله نريد أن نمن ولأيوة ونريد أن نمن هون منا منا من الله وفضل ها ثم هو إذا حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا طيب وإذا واحد كافر ظلم كافر باستحقه يعني الكافر المظلوم باستحقش النصر مثلا إلى آخر طيب هون بدنا نرجع شوية إلى الآيات من سورة الأعراف هنا الآية بالذات طبعا ما نقصد الحقيقة تفسير تفصيلي الآية 155 من سورة الأعراف واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا الآن بدي الدكتور عندك الآية 55 البقرة تمام إيش أولها وإذ كلتم يا موسى وإذ كلتم يا موسى آه قبل هيك يا فكرة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم واني فضلتكم إلى آخر آيات الغريب أنه بتساءلوا بعض الناس هو في إيش فضلهم لأن الفضل هو زيادة طب ما هو انظروا انت بعدها وإذ 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 يعني واذكروا إذ واذكروا إذ مبين مبين واذكروا إذ وكل هذا فكرة واذكروا إذ ما كانوا إيش طالحين بشكل طيب الآن وإذ نجيناكم الآية اللي بعدها إذ نجيناكم طبعا من آل فرعون انتبهوا الآن حتى تعرفوا الإيش أبقصد أنه أشوف الآن التسلسل وإذ نجيناكم من آل فرعون طيب واللي بعدها وإذ فرقنا بكم البحر إذن لما هربوا من فرعون لاحظ التسلسل فيه تسلسل زمني نجاك وفرقنا بكم البحر طيب وإذ وعدنا موسى أربعين ديلة ثم اتخذتم العجلة من بعد إذن تمت موعدة موسى لا واحد على فكرة فيش في مشاركين في المواعدة فيش مشاركين كمل اللي بعدها وإذ آتينا موسى وإذ آتينا موسى طيب ما هو متى أعطى لما رجع رجع بالألواح من الميقات بشك من الميقات طيب وإذ قال موسى لقومه يقومه إذ لكم ضرمتم أحساكم في التخل آه هون لما رجع وجد عجل إنهم بيعبدوا العجل هاي بتكلم عن عبادة العجل شوف الترتيب زمني واضح طيب بعد آه ما هذا اللي بدي يا الآن وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم عفونا ثم بعثناكم عفوا هون ثم بعثناكم من بعد موتكم إذن إذن هون لما أخذتكم الصاعقة لحظوا وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم آيوة إذن فعلا هم لما أخذتهم الصيحة كانوا إيش قد ماتوا قد ماتوا طيب الآن نتوقف عندك شوي نشوف الشيخ من عند من عند الآيات اللي قبل واختار موسى أو نقول واختار من عند واختار الآي اللي بعدها يشيخ بعد واختار موسى قومه سبعين رجلا طب لا قبلها إذن خلينا نرجع ولما رجع موسى ولما رجع موسى إلى قومه غبان أسف بس هون الآن تقلل العراف لاحظوا لاحظوا الترتيب الزمني لما رجع موسى إذن كان هو في المقات فلما رجع وعرف إنهم إيش اتخذوا العجل إذن هم اتخذوا العجل وهو في اللقاء تمام طيب اللي بعدها الآي اللي بعدها أعرف بالوحي لكن شاهد لما رجع شاهد إيش شاهد عقادتهم بس هو ربنا أخبر أخبره نعم مش هذا القصدي مش هذا القصدي نعم بعدها قال رب اغفر لي والأخي وأدخلنا في رحمته طيب إن الذين اتخذوا العجل طيب طب لما سكت عنه الغضب أخذ الألواح بعدين الآن واختار موسى قومه سبعين واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا مش الميقات اللي كان مع موسى مش اللي أعرف في الألواح الميقات اللي كان مع موسى في الأول موسى عليه السلام إيش قال ربي أرني أنظر إليك شوف شوكو يعني ربي أرني أنظر إليك طيب الآن وحصل الآن طالما في السورتين ماشي ترتيب زمني إذن الميقات الأول اللي له علاقة بموسى عليه السلام ما كان معه أحد رجع ميقات ثاني هذا الميقات الثاني لما أخذ في السبعين قد قد يكون نوع من الاعتذار عن عبادة العجل لأنه ليش أنا قلت هذا الكلام لأنه الحقيقة من يدخل في كتب التفسير بتوه إنهم ميقات واحد الميقات نفسه ولا ميقاتين لا 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 ما أخذوا أنتوا الصورتين وشوفوا كم متسلسلة الأحداث حتى نعرف إنه الميقات الأول كان بخص موسى عليه السلام ولما قال ربي أرني أنظر إليك الميقات الثاني اللي هو يرجع موسى عليه السلام معه إيش سبعين ليش قلت هذا الكلام حتى من تهش الآن يقالوا قالوا 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 بالزمناش قالوا شيء واضح واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا إذن هذا الميقات الثانية طيب لاحظوا اختار موسى سبعين أو شيء اختار على فكرة اختار طبعا هو واضحون اختار فيها افتعال افتعال ايش لها علاقة بالخير على فكرة لما بيختار إما أنه بيأخذ الخير أو بيكون يعني اللي منسميه إحنا إنه اختار واختياره إذن الأصل عندنا الخير ثم هو يأخذ ما يريد على أساس الخير الخيرية الآن على أساس الخيرية طيب اللافت الانتباه إنه اختار قومه اختار موسى اختار موسى قومه سبعين رجلا اختار قومه يبدو إنه المسألة إيش القصد باختار قومه أيوا إنه قومه نظر 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 وبدأ يخرج خيار 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 الآن بعدين من هذا الخيار إيش واخذ السبعين يعني بمعنى آخر انتقى انتقاء انتقى قومه يعني مش بالضرورة نقول واختار موسى من قومه هو أكيد من قومه ولكن هون المقصود إيش إنه بدأ ينظر أين الخيار في القوم نفرط طلع الخيار بمية متين اللي يعني ممكن لا بدنا كمان الزبدة زبدة إيش فأخذ سبعين معه فريقه وجماعته مهمة وعيه إذن هو انتقى النخبة النخبة انتقى النخبة اختار قومه كأنه برهم هيك زي ما نقول إحنا برهم وأخذ الصالح يعني هو وضع معايير وضع معايير في المعايير سبعين يبدو سبعين اختارهم إلا إذا محدد له سبعين بتأتي بسبعين فأخذ أفضل سبعين في منظر البشر طيب واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة هون العجيب ليش ليش على فكرة طلبنا أنه نقرأ هنا وهناك لأنه لماذا أخذتهم الرجفة لأنه حسب سورة البقرة قالوا أرنا الله جهر طيب شوف فرق بين موسى عليه السلام لما قال ربي أرني أنظر إليك لا هو يريد أن ينظر بشيك لكن هم لا قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر شوفوا شوفتوا الفرق بين تنتين هناك شوك شوك وفعلا اللي هو الإنسان دائما كيف نقول يعني عنده اهتمام شديد أن يتعرف أكثر وأكثر 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 أكثر تمام الإنسان كيف عاده رسول ثم الله يكلم يسمع يسمع صوت ولكن لا يرى طيب فالله سبحانه وتعالى بيّن له أنه في واقع الدنيا لا لا يطيق الرؤية يعني هو كإنسان الآن مش وقته إنما هناك لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر اه ايش قال فأخذتكم الصاعقة طيب هون شو قال سبحانه وتعالى فلما أخذتهم الرجفة قد يتصور البعض إنه اختلفت هناك صاعقة هون رجفة صاعقة و رجفة هو الحقيقة مثلا لو أخذنا درسنا في الكرآن لو أخذنا قوم ثمود ثمود قال إنه أخذوا بالصاعقة مش هيك وأخذوا بالصايحة والرجفة إذن هي هي ما هي أصلا الصايحة بتأدي إلى صاعقة والصاعقة بيعمل رجف خصوصا إذا كان صوت تصوروا الصوت الضخم الهائل إيش بعمل برجف رجف إذن هي هي يعني حتى لا يتصوروا إنه طب هون صاعقة وهون رجفة طيب ما في ثمود القوم نفسهم أخذتهم رجفة و أخذتهم صاعقة و أخذتهم صايحة 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 تمام الآن واختار موسى قومه سبعين رجلا لمي قاتنا فلما أخذتهم الرجفة إذن ليش أخذتهم الرجفة الصاعقة اللي أخذتهم نتيجة إيش يا موسى إيش لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرى أخذتهم طيب قال ربي بدأ موسى عليه السلام الآن وقف طبعا و أخذتهم هم مش موسى أخذتهم هم مش موسى أخذت النخبة أخذت النخبة السبعين تمام الآن الغريب يعتذروا عما حصل تمام تمام إذ وقعوا في مشكلة جديدة وقعوا في مشكلة جديدة تمام لما لن نؤمن لك حتى طيب وكنك لك إحنا ما منستحقش بعدنا ما وصلناش تصور طيب هون أيش يقول بميزوا أهل النحو بميزوهم كله بقولوا عنه إيش فعل بقولوا عنه فعل الآن عادي بعدين لما بيجتمعوا مع بعض ممكن نقول فعل هون المقصود في قوله فعل مثلا لما تقولوا لما تقولوا خلص هون صار في تمييز بين قوله فعل طيب فهون كمل يا شيخ فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء البعض التبس عليهم يا سبحان الله إنه هاي فتنت إن هي إلا فتنتك الغريب في الموضوع إنه اختلفوا أحيانا بعض الناس بعضهم قال لأنه يعلم مقامه عندي الله سبحانه وتعالى كيف لما تكون أنت مدلل الواحد بيجرأ عليك وين الجرأة لما يقولوا إن هي إلا فتنتك تمام لا هو الفتنة في حد ذاتها اختبار اختبار وهذا الاختبار الفتنة يقصد منه بالدرجة الأولى يعني اختبار وامتحان شو يقصد منه بالدرجة الأولى على فكرة يقصد فيه بالدرجة الأولى استخراج الخير إذا موجود من الإنسان كيف لما قالوا إنه بيعتوا لخام الذهب وبيعرضوه للنار وهذا هو الفتن أصلا في اللغة بعرضوه للنار هما من أجل الشوائب ولا من أجل الذهب أيوة هو الذهب بيكون قليل وشوائب كثيرة بس هو بيقوموا بعملية الفتنة من أجل استخراج الذهب طيب ما هو لما الله سبحانه تعالى يعرض عباده لفتنة اختبار وابتلاء باعتبارهم مخيرين حتى إذا في خير يطلع إذا في يعني يعني إنسان ممكن على فكرة فقير ويبدو أنه بخيل تمام ويبدو أنه بخيل فالله سبحانه وتعالى الآن بدو يبتليه بالخير ما هو ممكن ونبلوكم بالشر والخير فتنة بالشر والخير طيب هذا الآن يرون ناس إنه بخيل وهو فقير فأعطاه وإذا به أكرم الناس هذا كاهن كريم بس إش اللي بيظهروا بأنه فقر فقر تمام إذن إذن إبتلاءات أفكرة ما هو البلو فيه معنى تقليب الأحوال ابتلاءات وتقليب الأحوال ما يمفتنه تقليب الأحوال مشان إيش يظهر على حقيقته لأنه ممكن يظهر للناس مثلا أنه من أشجع الناس ومقدام وكذا لأخيره في المعركة أول من فر يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا إلى آخره حتى الإنسان ممكن ما يعرفش نفسه إلا لما يوقع في ابتلاء وتقليب أحوال ممكن يا الله شو مخلصة هالزوجة يا الله شو بتحب زوجها يا الله شو كذا ثم افتقر وإذا هاي بها بتطلب الطلاق وأنا بعرفش أعيش هيك بعد ما كان غني ومرفيها وكل شي تمام طبعا كانت تحبه لأنه طب شو بعرفه أنه هي صادقة في حبها تغير حاله تغيرت ظهرت على حقيقتها تمام إذن إذن الفتن الله سبحانه وتعالى اللي بعرض لها البشر من ابتلاءاته إلى آخره من أجل استخراج الخير إذا فيها ويبين على حقيقته فتجدوا بعض الناس يضل وبعض الناس يهتدي نتيجة الابتلاءات والفتن تمام ومن هنا هذا بتكلم موسى عليه السلام عن حقيقة من الحقائق ما يخدوش يقوله أنه كان كلامه مع الخالق فيه يدل على الخالق بقوله لأنه هو بيعرف ما قامته حتى بعض الناس ذهبوا أكثر من هيك أنه كيف بيحصل هذا الكلام هذا إذن نقرأ نسب الفتن إلى الله نسب الفتن إلى الله وهو الله سبحانه قال ولقد فتن إلى آخره أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت قير الغافرين طبعا لماذا بدأ الحقيقة بقضية اغفر بعدين قال وارحمنا لأنه المغفرة معناته المقصود أنه الذنوب غطينا عليها وما فيش إلها أثر في العقوبات طبعا هذا هو المطلب الواحد يطلب في الأول المغفرة بعد ما يطلب المغفرة اللي هو غطي على ذنوبنا وتقصيرنا وما يكون لها أثر العقوبة ما يكون لها أثر بعد هيك بطلب الرحمة لأنه الرحمة ممكن أعطينا وأعطينا لأن مش إنه بس غطى إنما هذا المطلب الأول للبشر كلها إنه الله سبحانه يغطي على ذنوبهم وتقصيرهم وما يكونش في عقوبة طيب طيب غفرنا مثلا طيب وبعدها ورحمنا شو هترحمنا يعني في العطاء الآن الآن مطلوب إيش العطاء طيب ليش هي المغفرة الرحمة نحن قلنا نعم نوع من الرحمة المغفرة لكن الرحمة إيش قلنا أشمل واسعة طيب وكتب وكتب لنا في هذه الجميع شوية شوية واكتب لأن هذه رح تتكرر هون واكتب أولا إيش الكتابة إيش الكتابة أولا من ناحية اللغة الكتب فيه معنى ضم شيء إلى شيء ضم شيء إلى شيء جعل شيء مع شيء ولكن فيه فيه معنى زائد مش بس ضم ضم شيء إلى شيء ليش سميت الكتابة كتابة عفكرة لأ حلمك أولا سميت الكتابة كتابة لأنك أنت بتضم الحرف إلى الحرف بصيغة إيش بصيغة كلمة والكلمة إلى الكلمة بصيغة جملة مش هو ضم الشيء إلى الشيء والكلمة إلى الكلمة في صيغة جملة ولكن ماينهيني بتكلم أنا ماينهيني بضم الحرف إلى الحرف في صيغة كلمة والكلمة إلى الكلمة في صيغة جملة هذا مش كتابة آه لأنه هناك فيه تثبيت نثبت هذا ما ضم بعضه إلى بعض يثبت ولذلك أقوى أقوى كلمات ممكن تدل على ثبوت الشيء الذي لا ينمحي هو الكتاب الشيء الذي خلص ثبت ولا لحظة كتب أو كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب يعني على فكرة أن الرحمة من صفاته صفات الخالق وغيرها جبوا لي كتب فيها معنى إيش كتب الله لأغلبن أنا ورسلي انتهى ثبت ولا يتخلف انتهى لا يمحى شوفها كتب عليكم الصيام طب ليش ما قال سبحانه وتعالى فرض عليكم الصيام لأنها كتب أقوى من فريضة كتب أقوى من وجب أوجبنا مثلا أوجب تمام إذن استخدام كتب على فكرة اللي بتدل على ثبت 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 الشيء لا يمحى انتهى إيش طلبه موسى عليه السلام وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةَ طبعا وفي الآخرة ما قالش حسنة لأنه فرق بين حسنة الدنيا وحسنة الآخرة أصلا وفي الدنيا في قضية أعمال وهناك دار المثوبة إلى آخره إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَلْتَابِي إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ هذا هذا طبعا تفسر تابة تبنا إليك رجعنا إليك بس هذا التفسير شو المقصود فيه لما المفسرين بقولوا تقريب المعنى آه تقريب المعنى للذهن لهدنة شيء اللي هو تبنا رجعنا إليك تبنا لكن مرات منستخدم نقول إحنا لا هوادة لا هوادة طب شيء هوادة معناته اللي بتقول انتلاك الهوادة معناته في وضع وضع الأمور تمام وكل شيء تمام نوضح أكثر ممكن الواحد هو يمشي لاحظها يمشي بتأودة وانتباه شو منقول لاحظة هذا يهود هذا يهود ولذاك بتجدوا إذن المشي اللي بتأودة بكون مع إيش مع انتباه وذهب في الطريق بكل إيش بكل سكينة ووقار في اتجاه المطلوب في اتجاه المطلوب إذن إحنا ماشيين في الطريق إلك مطلبنا منك يعني إذن هم ليش قالوا إنها التوبة لا هو صح إحنا راجعين إلك طب شو بدل راجعين إحنا الآن ماشينا إلك يا رب في طريقك وكل انتباهنا ومطالبنا الوصول إلك هودنا هودنا طبعا فكرة هود كاسم اسم هود عليه السلام لا علاقة لأنه هي جمع فكرة هود مثلا جمع هائد ها هود زي نوق وصوق آه أيها زي جمع نوق مثلا سوق هود الهائد آه 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 ولكن إحنا في العامية منقول أحيانا نهود شو يعني هود نزول نزل لأنه نزول أسهل من إيش نزول أيوان مش بقولوا في العامية عنا هود يعني أنت تعال نازلا هود لأنه غالبا الناس الأسهل عليها إيش نزول نزول كل هودة وكبالها سندة كل هودة وكبالها سندة ها 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 خدنا إلك آه أكمل يا شيخ قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي آه جميل لا أكمل ورحمتي ورحمتي وسعت كل شيء انتبهوا هنا قال عذابي الله سبحانه وتعالى قال هذه الآن الكلام مع موسى عليه السلام لاحظوا الكلام مع موسى عليه السلام والأصل لما يكون الكلام متصل ما بصرش نبدأ نحن نغير لا هذا موقف الآن فيه كلام بدنا نشوف الكلام وين بينت تمام قال الله لموسى عليه السلام عذابي أصيب به من أشاء بالنسبة لعذابي ضمن المشيئة دقكم آه الآن بالنسبة لعذابي ضمن المشيئة سواء كان عذاب دنيوي أو عذاب أخروي ضمن المشيئة هاي خلصنا من العذاب إذن العذاب إيش القانون ضمن المشيئة العذاب ضمن المشيئة ضمن المشيئة أما الآن لحظوا صفة الرحمة الآن اقرأ ورحمتي وسعت كل شيء أيوه ورحمتي وسعت كل شيء ما بيخرج منها شيء سواء كان عاقل أو غير عاقل مكلف أو غير مكلف الرحمة وسعت كلها لذلك قول الله سبحانه وتعالى خليني أقرب الصورة شوي وسع ربنا كل شيء علمه وسع ربنا كل شيء علمه سؤال في شيء لا يعلم الله في شيء نستطيع أن نستثني من علم الله لا وسع ربنا كل شيء علمه لا يمكن أن تستثني منه معلوم تمام طيب هاي نفسها ورحمتي وسعت كل شيء تمام حتى لإصابة من العذاب اه كل البشر الرحمة البشر وغير البشر مش يقدوا يقولوا هذه الرحمة الدنيوية وغير عن الأخرى ويا لا هذه قاعدة الآن عذابي يصيبوا به من أشاء العذاب وفق ما شئتي أما رحمتي فتسع كل شيء إحنا إحنا بدنا نقعد نستثني إحنا بدنا نقعد نستثني آه طيب معناته استشكلنا يا شيخ شو شو اللي استثكلت طيب ما هو بعذب يوم القيامة ما هو قال عذابي أصبي به ما إن شاء ولكن لما قال ورحمتي وسعت كل شيء هذا إفهان بأن الرحمة تسعى الكل سواء عذب أو لم يعذب الرحمة بتسعى الكل طيب كيف تسعى كل الرحمة الرحمة بتسعى الكل لا ممكن يدل هذا على الكلام اللي إحنا سبق قلنا خالدين فيها إلا ما شاء الله هيفتح الباب إذن لازم إحنا نفسر القرآن بالقرآن طالما رحمته وسعت إذن هذا بيخلي الناس تطمع معناته إنه موضوع الخلود مجزة ما بتصور بعض الناس مليار ومليارين 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 إلى ما لنهاية لا العذاب ضمن المشيئة لكن الرحمة بتسعى الكل طب عقبته طيب ما هو في النهاية برحمه كيف برحمه مثلا من صور الرحمة يبيد مثلا من صور الرحمة يجعله يجعله في النار فاقد الإحساس تمام في الأخير يعني بعد ما يأخذ عقوب ممكن وعفكرة قضية النار وعلاقة النار بالجنة إشي عجيب كيف بتخاطبوا أهل النار مع أهل الجنة القرآن بعدين لاحظوا قول الله سبحانه وتعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم فيه بشكل كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم طب أنتم ما ملاحظين هذه الآية إشي لا لا إنسك قضية إنه إنه ممكن يوصلوا إلى درجة إنهم بدهم يخرجوا يعادوا فيها ولا شو معنات أعيدوا كما مرة كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم شيك أعيدوا يقرأوا صوت عليه كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها إيش معنات أعيدوا فيها معنات هم في فعلهم اللي بفعلوا وعن بوصلوا لحد معين كأنهم إيش على وشك الخروج الحج 22 على وشك الخروج يعادوا فيها كيف طيب كيف بيحصل هذا شو كينونتها حتى هم يبوصلوا لحد ثم بعد الوصول إلى الحد يرجعوا وإيش مخاطبتهم لأهل الجنة أن أفيضوا وأهل الجنة بيجاوبوهم وإيش مخاطبتهم لمالك إلى آخره تمام هون طبعا على فكرة وما هم منها وما هم بخارجين معناته نفهمها من مثل هذا الكلام هم محاولاتهم تبوء بالفشل بالإخفاق نقول مش الفشل اللغة نعم يعني لفتة بلاغية أنه لما تكلم عن أهل النار قالوا ما هم بخارجين لأنهم اللي بيئموا بالخروج نعصدهم اسم الفعل بس لما تحدث عن أهل الجنة قالوا هم منها بمخرجين بمخرجين بيخرجيش مش أحد هم يفكرواش الخروج أصلا بس ثم خلينا أقول لو افترضنا الآن فرد لو افترضنا أنه الكرة الأرضية كلها جنان لكن داخلها إيش نار ولا هي البركين طيب لنفرض أنه إذن الأرض موجودة كلها جنان وأنهار وهواء وكفة داخلها إيش غم وداخلها نيران لكن شو الصورة الأخرى ويا لأنه ممكن ممكن تدوم الأرض مثلا فيدوم النار اللي فيها مثلا إذن الصورة إحنا ما عندناش صورة على فكرة لكن ممكن كاملة يعني لكن ممكن نأخذ نجمع الآيات ونأخذ فكرة كيف ممكن الناس اللي في الجنة والناس اللي في ايوة بيطلع كيف بيطلع وبتحاور هويات لكن بدها تكون غاية الإمكانيات على فكرة المخلوقة بتحاور هويات طال الله لقد كتا لتردين أيوة بقول له طيب إذن الآن إذن في قانون ما هو القانون العذاب وفق المشيئة والرحمة بتسعى الكل تسعى كل شيء كل شيء كل شيء ما بنقدر نسنسني شيء ومن الرحمة ومن الرحمة رفع العذاب ومن الرحمة مثلا انهاء المعاناة كيف مش وقته قلنا إلا ما شاء هو ما شئته هون خليني أذكركم بدرس كان من أكثر من ست سنين موجود طبعا بيكون في اللي هي في كنا فسرنا الآية 118 و 119 من سورة هود 118 119 من سورة هود قول الله سبح تعالى في آخر أو تقرأها تقرأونا الآن 118 119 اقرأ يا شيخ بصوت عالي ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة بس أمة واحدة من ناحية إيش كل هم مؤمنين أو كل هم نفرض غير مؤمنين ولا يزالون مختلفين إذن لا يزالون مختلفين قانون لأنهم مخيرين طيب إلا ما رح لا انتهت الآية عند ولا يزالون مختلفين نعم انتهت الآية فكرة هل كنت نعرف ليش بقول انتهت الآية إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم إذن مخلوقين للرحمة ولذلك ولذلك بعض المفسرين راح في قضية الاختلاف لا أصلا ولا يزالون مختلفين الآية مية وطمانتاش انتهت بدت الآية مية تساطاش إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم خلقهم للرحمة وليس للاختلاف وليس للاختلاف ولكن بيستشكل عليهم تكملة الآية وهذه أنا أفسرها وبالتالي فقط اللي هي وتمت وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين إذن اللي بدوا يعرف لأنه راح يستشكل عليهم طبعا مخلوقين للرحمة وكيف يعني تمت كلمة ربك لأملأن جهنم بيرجعوا للدرس اللي هو تقريبا من ست سنين أو أكثر حتى اللي هو تفسير الآية 118-199 من سورة الهود يحطوا الاسم فلان تفسير 118-199 طبعا في ناس ماخذينها من القناة يعني ممكن تجدوها في أكثر من من موقع وفسرناها ومن يومها بكلنا أصلا موضوع الاستغفار والترحم من يومها يعني من أكثر من ست سنين في موضوع الاستغفار والترحم وهذه المسائل تمام؟ طيب أو الاسترحام كمل يا شيخ في الآيات اللي هي ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرجل آه شوي بالله هون العصل إنه الكلام متصل إذن الكلام موجه لموسى عليه السلام إيش قلوا الذين إيش الذين يتبعون آه نيجي فسأكتبوها نرجع لي فسأكتبوها فسأكتبوها إيش شو قلنا عن الكتابة تثبيت ثبت لا يمحى أيوا إذن الأجيب في الموضوع إنه في بعض الناس وما أظنش العلماء يعني بعض الناس استشكل فسأكتبوها طيب ما هو هون بدي يقول إنه في رحمة مكتوبة للي بتتوافى فيهم هذا ولا تمحى ولا تمحى كتبها الله إيه لهم كتبها الله إيش يعني ثباتها ثباتها هاي إيه لهم طيب طيب وغيرهم اللي ما بتوفر في صفاتهم آه ضمن المشيئة في الرحمة نمال هون عن الكتابة يعني فيه إيش مكتوب وفيه إيش متروك لإيش الرحمة التي وسعت كل شيء الرحمة اللي وسعت كل شيء يشاء يعطيها الآن هون 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 تمام؟ فهي مكتوبة لمن يا شيخ قول فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون اللي بعدها إيش؟ بس اللذين مش والذين مش والذين تفصليا للقبل يعني مش مكتوبها لها دول و ولا غيرهم لا فيش واو ولذلك هو إذا سبق بتذكره إحنا قلنا أنه هذا بدل شو يعني بدل يعني هو الآن بده يبين مين هدول اللي الله سبحانه وتعالى كتب لهم الكتابة التي لا تمحى وستكون حتما اللي توافرت فيهم هذه الذين الآن بده يوضح مين هم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون باش شوية إذن الآن بده يعرف هم بتتبعون مين أولا الرسول ثاني النبي هو طالما أنه رسول معانته نبي قبلها لأنه يبدأ بالنبوة ثم رسالة الرسول النبي شوف الأمي طبعا هذه صفة عالية في الرسول بالذات من دون البشرية كلها لأنه لا يقرأ ولا يكتب ولكن هو اللي بيعلم البشر تمام حتى يتضح تماما أنه إيش أنه العلم اللي عنده رب أيوة من الله مش والله الكتابات الكتابات اللي بيكتبوها الناس ومنتعلم منها من علم الناس من علم الناس ونحن الكتابة والكراءة هاي من أجل أخذ علم مين لكن خذ العلم المباشر ليثبت أنه رسول النبي الأمي يذكر الآن أوصاف له الذين لاحظوا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه شو يعني يجدونه إذن لما بيرجعوا بيرجعوا للتوراة وبيرجعوا للإنجيل يجدون صفاته لأنه ما بيعرفوه بصفاته اللي منها المذكورة هون في الآيات إذن صفته نعته وين موجود؟ في التوراة والإنجيل الآن طيب التوراة هي نازلة كلها مثلا لحظها التوراة كلها نازلة طيب ما نخطناش لا ما هي رح تنزل ورح يجدوه طيب والإنجيل بعده ما جاش لما بينزل الإنجيل بجدوه لما بينزل الإنجيل بجدوه أوضح أكثر هون ما كانتش التوراة كلها نازلة إذا بتلاحظوا لما اختار سبعين الألواح فقط الألواح لكن التوراة بعدما إذن إذن عم بقولهم جايكم التوراة جايكم التوراة وجايكم الإنجيل وجايكم محمد صلى الله عليه وسلم طيب إحنا الآن الآن مخبرين في أشياء مستقبلية رح تجينا مثلا نفرض المهدي هاينا قاعدين نتكلم في المهدي مخبرين فيه ولا لا نعم في الحديث الصحة في الحديث المتواترة اللي بلغت يعني ممكن أقل ما يمكن في غاية الصحة تمام أنا المهدي وبس المهدي لا أمور كثيرة خبرنا بها وإحنا مؤمنين فيها قبل ما تيجي الدابة مؤمنين مثلا بنزول عيسى عليه السلام وحديث متواترة نزول عيسى عليه السلام وطفاصيل حول عيسى وما يفعله عندما ينزل فبالتالي أنه يكون عند في الرسالات السابقة كلها في الرسالات السابقة كلها أنه يكون مخبرين بتفاصيل قادمة وارد هذا تفاصيل قادمة الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق الميثاق كان يأخذ الميثاق من النبيين شو يقولهم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول شوفها إذن كان كان الله سبحانه وتعالى يأخذ المواثيق على الأنبياء لما آتاهم الكتاب والحكمة قال لهم ديروا بالكم اللي هو 81 وإذا أخذ الله ميثاق خلاص 81 81 آل عمران شوف أنا رحت معناته النساء في قضية تانية لا إذن نشوف آل عمران وإذا أخذ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي لتؤمنوا النبي ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين واضح الكلام بس خلينا شوي في كلمة وأخذتم على ذلكم إصري إصري الإصر لأنه الميثاق مع الناس بعرفه بس الإصر بالصاد وإن كان قريب من الأسر الأسر اللي فيه أخذ حبس قريب في اللفظة وقريب في المعنى الإصر فيه معنى الحبس مثلا تمام؟ فيه معنى العقد والعهد الذي يأخذ فيلتزم لاحظوا دقيقة عقد وعهد يأخذ فيلتزم لحد الآن برضو ما وصلناش للأسر ولكن بتكون التعهد به ثقيل في النفس من جهة يعني لو بدهم مثلا ينقض يكون هذا النقد فيه ثقل في الإثم والمؤاخذة فهو إذن كأنه هذا اللي أخذناه والتزامه فيه من الناحية المعنوية مش من ناحية المادة لأنه هون القضية الإصر مسألة معنوية فهو في عندك أهد وعندك ميثاق التزامه يأخذ يأخذ بقوة والتفريط فيه مؤاخذة هذا كبيرا إذن هو عقد وعهد ثقيل يعني من هون أجت إصران شوية بالله ثقيل بس من هون أجت الآصرة اللي هي القرابة طرم ليش؟ لأن القرابة هو عقد قوي وثقيل ورابطة تلزمك فأنت بتقدرش يتفرط في الآصرة زي ما تفرط مثلا في الجيران أو الأصدقاء لبعاد لذلك بقوله آصرة وهون الإصر إذن العهد والميثاق الثقيل ثقل من جانب المعنوي في ضرورة الالتزام فيه والتفريط فيه فيه مؤاخذة كبيرة وآخرتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا بشيء أقرروا فهون إذن ما نستغرب إذن الأصل إنه نأخذ الكلام متواصل إنه الله اللي بتكلم مع موسى عليه السلام الآن بيخبر يجدونه لأنه أديروا بالكم الفعل المضارع يعني الحاضر وإيش والمستقبل بشيء يعني يعني يجدونه يجدونه يعني دائما لما بيبحثوا يجدونه يجدونه في الحاضر والمستقبل فعل المضارع مش اللي توجدوا في التوراة يعني ارجعوا التوراة وافتحوها لا هون وين التوراة بعد يجدونه مكتوب إيش مكتوب شو معنى مكتوب مثبت انتبهتوا أكم مرة الكتابة يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة طب والإجيل لما بيجي الإنجيل بيجدوه شو صفاته بدأ يتكلم عن إذن الرسول النبي الأمي الذي يجدونه طبعا في عندنا على فكرة في عندنا ما يقرب من ساعة في قضية في القناة قناة إسلام نون النبي الأمي لماذا أمي وما معنى أمي لأن بعض الناس يحاولون ينحرفوا في هذا المفهوم اليوم في العصر هذا النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم طبعا يجدونه بصفاته ونعته في التوراة ويجدونه في الإنجيل عندما يأتي الإنجيل طيب ماذا يفعل هذا الرسول يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال يضع عنهم معناة اللحظة إسرهم ما هو فيه كانوا مكلفين بأمور ثقيلة لذلك في آخر البقرة أيش الدعاء ربنا ولا تحمل علينا إسر كلنا ضروري الإسر يكون فيه ثقل معنوي طبعا بشيك ضروري يكون فيه ثقل الأمم القديمة على فكرة كانت أحيانا يفرض عليها أمور ثقيلة ليش شو الحكمة من الأمور الثقيلة ممكن يعني لو نحاول إحنا كبشر نفهم إيش الحكمة إنه غير عن زماننا مثلا بدي أخذ حكمة واحدة ممكنة إنه إحنا في زماننا إذا بتلاحظوا ما بتطلع الشمس بتتفاجأ في منكثر مشاغلك إنت اليوم وإذا الشمس غايبة يا باي ما أقصره اليوم فإنت مشغول بأمور ومهام كثيرة جدا تقتضي إنه تخفف عليك أمور زي ما خففت الصلاة من من خمسين لخمسة تمام لكن الأمم القديمة كانوا إذا بتلاحظوا مثلا نفرض أنهم مزارعين المزارع بيبذر هالبذرة بيقعد يستنى أشهر طب خلال هالأشهر هاي لما يكونوا فاضيين شغل شو اللي بصير بتبدأ المفاسد وبتبدأ الكذا والمشاكل وإشغلهم بإشي يطورهم تمام برضو إذا كان رعاء هم تشوفوا كانوا يا أما يكونوا مزارعين ها وعندهم بستين مثلا تصور بستين أبين ما يطرح البستين طيب شنو قعد نعمل إحنا طيب ورعاء ورعاء الغنمات طيب وبعدين ها فهذا وقته طويل يتسكع يعني طيب ومشاكل بين بعض وحروب طيب فبالتالي آخر البقرة إذن ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا من قبلنا هذه التفاصيل عادي في الذين من قبلنا ولذلك الرسول شو من ضمن ما بفعل فيهم إنه يشبع مال في القضية ويضع ويضع عنهم إذن هو مخول كواحي يعني إنه الآن أنتو ما عدتوش ملزمين بالسبت مثلا مثلا اليهود ملزمين بالسبت على فكرة والسبت على فكرة إشي عجيب إشي عجيب السبت الشو مطلوب منهم في عندك السبت طبعا المقصود كل أسبوع في يوم بدهم يسبتوا يعني ينقطعوا ينقطعوا عن كذا وكذا 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 إلى درجة على فكرة أنه اليهود المتدينين في يوم السبت بطلبوا من العرب اللي بيشتغلوا عندهم أنه يقوموا ببعض الأعمال اللي هم يقدرون يقوموا فيها مثلا إضاءة الأنوار في داخل البيت مقدر يضوي هو إذا كان لابد بيبكى ضاويها من الجمعة وتفاصيل طويلة في قضية تصور يوم في الأسبوع بده تتعطل أمور كثيرة تمام بعدين كل سبع سنين في ثبوت للأرض لا يجوز أنكم تزرعوا مش بس ثبوت للأرض ولا يجوز في كل البلد في المحلات التجارية السوبر ماركتات الدكاكين إلى آخره لا يجوز أن يكون في مادة داخلها خميرة مثلا مثلا خبز داخله خميرة ما يجوز طب كيف بدهم يتخلصوا إذا بدهم يكونوا دولة دولة بكاملها مثلا أنه يكون كل ما يباع في الأسواق مش داخله خميرة كيف بدهم يعملوا طبعا فيهم طرق للاحتيال الآن موجود تمام ومطلوب منكم بعد سبعة في سبعة تسعة وأربعين في السنة خمسين يوبيل في سنة اليوبيل شو مطلوب مطلوب واحد عجيب السبت طيب فهون هذا واحد واحد مرة قال لي أنه اليهود مطلوب منهم حتى يكونوا أتقياء سبعمائة مطلب بدريش مدى صحتها سبعمائة كذا وكذا وكذا شوفوا في قضية الزواج عند بعض المتدينين مثلا في معاشرته لزوجته ما بصير يمس جسده جسدها طب ولا كيف بعمله مش وقته نحكي بعدين بعدين إذا حاضت إذا حاضت لاحظ أي شيء تمثه مثلا ممكن ينجس فلازم تنعزل في مكان لمدة حيض أي شيء عجيب عن فكرة ما تبدأ تشوف شو المطلوب منهم أي شيء عجيب فبالتالي إذا العيد كرأتها ويضعوا عنهم ويضعوا عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ما هي بتقيدهم الأغلال فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون نعم نعم بك في يبدو أنه سلنا ساعة يا عماد طيب معناته ساعة تلزمنا بس خلينا هون بعض الناس ممكن ما يفهموش التعزير 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 هو في الأصل فيه معنى التقوية فيه معنى التقوية وعزروه بتقوي لأنه ليش لأنه بمكن يستشكل عليهم في الدين عندنا أنه مكون عكوبات التعزير ما عندك العكوبات إما حدود أو قصاص أو تعزير وهي أوسع الأبواب تعزير آه ما هي ممكن لأنها سمية تعزير لأنها تقوي بنيان المجتمع لأنها بتدرأ المفاسد عن المجتمع هذه العقوبات فتسمى تعزير آه فالمهم حتى يفهموش تعزيروه يعني هون لأنه إحنا مرات حتى في العامية الفلسطينية بعزره يعني ببهدل فيه بوبخه بوبخه لا هي في الأصل فيها معنى التقوية في معنى التقوية طيب إن شاء الله نكمل في دروس قادمة إن شاء الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة